بسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله نستكمل دروس ويندز تن درس اليوم عددات التاريخ والوقت التاريخ والوقت الموجود بأسفل شريط المهان كيف الدخول إلى عددات التاريخ والوقت توجد أكثر من طريقة الطريقة الأولى ذهاب إلى قائمة إبدا ثم عددات بعد عددات ذهاب إلى اللغة والوقت التاريخ والوقت في طريقة أخرى وهي الذهاب إلى قائمة الإجراءات ومنها إلى كل العددات كل العددات يظهر لي التاريخ والوقت ضغط على اللغة والوقت يظهر لي التاريخ والوقت في طريقة أخرى ذهاب إلى شريط المهان في الأسفل وضغط على الزر الأيمن في الأعلى نجد مكتوب ضبط التاريخ والوقت يظهر لنا التاريخ والوقت كذلك بالذهاب إلى محرك البحث في الأسفل ونكتب التاريخ نجد في الأعلى التاريخ إعدادات التاريخ والوقت نفس الشاشة كذلك من لوحة التحكم دبل كليك في عندي المنطقة وعندي التاريخ والوقت هذه الشاشات أخرى للتعامل مع التاريخ والوقت طيب نذهب إلى العدادات الوقت اللغة والوقت دبل كليك طيب أولا في عندي في الأعلى التاريخ والوقت تغيير التعيين الوقت والتاريخ تعيين الوقت تلقائيا هذا طبعا تستطيع أن تغف تشغيله أو تغم تشغيله والأفضل أن يكون التعيين تلقائيا الساعة والتاريخ في الأسفل تعيين المنطقة الزمنية المنطقة الزمنية الموجودة هنا طبعا الكويت الرياض إذا كنت في دولة أخرى بالمكان أنك تغوم باختيار الدولة التي أنت موجود فيها طبعا تعيين المنطقة الزمنية تلقائيا هنا إيقاف تشغيل إذا أردت الحفاظ على التوقيت الخاص في بلدك وانتقلت إلى بلد آخر لكن إذا أخذنا تشغيل فأنه يقوم بالتغيير تلقائيا هنا ظهار تقويمات الإضافية مثلا الصينية المبسطة كيف الصينية المبسطة لو ضغطنا على التاريخ في شريط المهام نجد هنا التاريخ لو اخترنا الصينية المبسطة ثم ضغطنا نلاحظ أنه أضاف ل الأيام أو الأرقام بالصيني نرجع نختار بلا طبعا لا نعاده كمكان هذا فيما يخص التاريخ والوقت المنطقة طبعاً طبعاً البلد اللي أنت موجود فيها تنسيق الحالي طبعاً هو العربية المملكة العربية السعودية حسب البلد العربي اللي أنت موجود فيه هنا الميلادي أو يكون التقويم حسب تقويم أم القرى وحسب تقويم الهجري وغيرها هنا أول يوم في الأسبوع تحدد أول يوم في الأسبوع التاريخ هل هو بالشكل هذا أو طويل بالشكل هذا قصير أو طويل دائماً أي اختيار نختاره نلاحظه في الأسفل في شريط المهام تاريخ طويل أو تاريخ طبعاً هذا التاريخ القصير أو تاريخ يكون طويل بالشكل هذا الوقت بالشكل هذا أو بالشكل هذا كذلك وقت طويل ووقت أصيل تختار تنسيق الذي تريده وتلاحظه موجود أسفل في شريط المهام هذا فيما يخص تنسيقات كذلك فيه إعدادات إضافية هنا إعدادات إضافية للتاريخ منها التاريخ والوقت لو ضغطنا هنا نستطيع تغيير التاريخ والوقت هنا السنة السنة وتاريخ والوقت كذلك الساعة مساء أو صباح هذا فيما يخص تاريخ والوقت وتوجد تغيير المنطقة الزمنية نفسها موجودة هنا كذلك الساعات الإضافية إذا عندك تريد إضافة ساعة أخرى مثلا نفتح اختار أي بلد أي بلد آخر لو ضغطنا على إظهار الساعة تطبيق لاحظة هنا لو ضغطنا على التاريخ والوقت بالأسفل راح يظهر لي ساعة البلد الأخرى التي تم إضافتها والفرق طبعا بين الساعتين وهذا الساعة البلد اللي أنا موجود فيها طبعا لو هدفنا على متصح واخذنا التطبيق ضغطنا على الساعة لاحظنا ألقى الساعة الأخرى هنا طبعا تزامن مع وقت الإنترنت أخذنا الأثنين هذيلي سكر ونرجع إلى طبعا أخذنا المنطقة الآن اللغة طبعا لغة العرض هي اللغة العربية تستطيع أنك تحولها إلى اللغة الإنجليزية لاحظ في الأسفل بالأسفل اللغة الأساسية العربية واللغة الأخرى الإنجليزية لو ضغطنا تفضيلات اللغة راح تفتح لي هذه تفضيلات اللغة بالمكان إضافة لغة أخرى لو أضفنا اللغة هذه الأرمينية التالي طبعا لو أخذناها لغة افتراضية راح تجي في الأعلى وتغير معظم اللغات اللي عندي لكن نضعها كذا بشكل هذا تثبيت ننزل هنا نلاحظ أنه أضاف لي اللغة الأخرى طبعا الإزالة لإزالتها نحدد ننزل شوي نضغط على اللغة ثم إزالة فيتم إزالة اللغة طبعا التاريخ والوقت والإعدادات اللغة الإدارية التاريخ والوقت نفس اللي أخذناها الشاشة الأولى إعدادات اللغة الإدارية طبعا في عندي تنسيغات هنا طبعا هنا البلد هنا تنسيغات الخاصة بالتاريخ طويل قصير نفس الاختيارات اللي أخذناها قبل شوي إعدادات إضافية إضافية طبعا تحدد نوعية الفاصلة اللي هي بشكل هذا أو بشكل هذا أو بشكل هذا كذلك عدد الأرقام بفاصلة تنسيغات تقوم أنت بتحديدها أو إعداد تعيين وتوقع زي ما كانت هنا في عندي العملة تستطيع تغيير العملة تنسيغ العملة بشكل هذا أو بشكل هذا أو هذا تختار تنسيغ المطلوب والوقت والتاريخ هذا اللي أخذناهم لكن هنا بشكل تفصيلي أكثر الوقت والتاريخ هل هو طريق قصير أو طويلة أو أنك إعادة تعيين يرجع نفس مكان أول إداري في عندي هنا تغيير أعدادات المحلية طبعا أعدادات المحلية نقلنا أن العربية تستطيع أنك تغير إلى أي لغة ثانية هذا فيما يخص اللغة الكلام طبعا هذا يتعلق بتوصيل المايك ل الكمبيوتر أو اللابتوب نوعية الصوت و إعدادات الخاصة بالصوت كاملة سرعة الصوت والمعينة وإدارة الصوت وإعدادات خصوصية الكلام في أشياء كثيرة تعرف على الكلام عبر الإنترنت أحيانا بالصوت إذا تبغى تفتح موقع بالصوت تختارها وتقوم بعمل عدادات طبعا هذا فيما يتعلق بالمايك هذه الخطوات الكاملة فيما تتعلق بإعدادات التاريخ والوقت ونشوفكم إن شاء الله في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته